بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من يكون أحسن وعملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من ارتفاع فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلبين إليك البصر خاسيا وهو حسين ونقد زينا السماء الدنيا بمصابين وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شيقا وهي تفو تكاد تميز من الوعي كلما ألقي فيها فوج سلام خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بنا قد جاءنا نبي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نوقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبه فسحقا لي أصحاب السعين إن الذين يكشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وجروا كبير واسروا قولكم مجهروا إنه عليم بذات الصدود ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبيل هو الذي جعل لكم الأرض ذلوا لهم فامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك وإليه النشو أمنتم من في السماء أن يفسف بكم الله فإذا يتمو أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذي ولقد كلب الذين من قبلهم فكيف كان لكم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرما إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جهد لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروب أما هذا الذي يرزقكم يمسك رزقا بل نج في عتمي ونفوك أفمن يمشي مكمبا على وجهه يهدى أهدى أمن يمشي سميا على صراط واستقيه قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفيد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما لنذير مبين فلما رأوا زلفة السيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تلتعو قل أرأيتم من أهدك لي الله ومن معي الرحمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب ملي قل هو الرحمن ومن نابك وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبي قل أرأيتم من أصبح ماءكم فمن يهديكم بماء معين قل إذا مقوا من أهدك سنشاركي